وكالمعروف أيضا باسم الحوت القاتلي هو حيوان ثدي بحري اجتماعي ذكي للغاية موجودة في المحيطات حول العالم إنه أكبر عضو في عائلة الدلفيني حيث يصل طول الذكور إلى 32 قدما ويزن أكثر من 10 الفرطل تشتهر أوركيس بلونها الأسود والأبيض المذهلي والزعنفة الظهرية المميزة والتي يمكن أن تصل إلى ارتفاعات تصل إلى 6 أقدام عند الذكور أوركيس هي حيوانات مفترسة في قمة الهرم وتتغذى على مجموعة متنوعة من الفرائس بما في ذلك الأسماك والحبار والفقمات وأسود بحري وحتى الحيتان الأخرى إنها قابلة للتكيف بدرجة كبيرة ومن المعروف أنها تستخدم مجموعة متنوعة من تقنيات الصيد بما في ذلك الصيد التعاوني وإقامة الشواطئ على نفسها لصيد الفقمات وحتى مهاجمة أسماك القرش البيضاء الكبيرة حقائق عن أوركيس من المعروف أن أوركيس تتمتع بعمر طويل للغاية حيث يعيش بعض الأفراد حتى 80 عاماً في البرية تمتلك أوركيس حسة سمع متطورة للغاية وقادرة على تحديد الموقع بالصدى مما يساعدها على تحديد الموقع الفريسة وتتبعها في المياه المظلمة أو العكرة طورت بعض مجموعات أوركي تقنيات صيد فريدة مثل الشواطئ لصيد الفقمات أو أسود البحر وحتى تكويل موجات لترد فريسة طوفان الجليد لقد لوحظت أوركيس وهي تلعب بأشياء في الماء مثل عشب البحر والعسي وحتى السلاح في البحرية في بعض أنحاء العالم من المعروف أن الأوركيس تهاجم وتقتل أسماك القرش البيضاء الكبيرة وقد لوحظت تعاون أوركيس مع أنواع أخرى مثل الحيتان الحداء والدلفين للبحث عن الفرائس تحتوي بعض قرون أوركيس على لهجات صوتية مميزة لا تشترك فيها القرون الأخرى في نفس المنطقة مما يشير إلى أن لديهم ثقافاتهم الفريدة من المعروف أن أوركيس تظهر سلوكيات الحداد عندما يموت أحد أعضاء جرابها بما في ذلك حمل جثة الحيوان المتوفى لعدة أيام لقد لوحظت أوركيس وهي تخترق أو تقفز من الماء وأحيانا تصل إلى 15 قدما في الهواء لأسباب غير مفهومة تماما هناك حالات موثقة لمهاجمة حيتان الأوركا للقوارب وحتى التسبب في أضرار لهيكل السفن الكبيرة على الرغم من ندرة هذه الحوادث ترجمة نانسي قنقر